يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به الجزائر عن المجموعة العربية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وفي السياق نفسه طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن رسالة تحذيرية جديدة موجهة لنتنياهو مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الحماية الدبلوماسية الأمريكية إلى أجل غير مسمى في تحول لافت قدمت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأولى مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن استنادا إلى صيغة إطلاق صراح جميع المحتجزين ويدعو إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع نتنياهو ووفقا لمسؤول أمريكي فإن واشنطن لن تعتزم الإسراع في طرح مشروع القرار للتصويت ومنح الوقت للمفاوضات ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقد وعادة ما تحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من تحرك الأمم المتحدة واستخدمت حق النقد مرتين ضد قرارات المجلس منذ السابع من أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة مسودة المشروع الأمريكي لم تغفل الخطط الإسرائيلية بشأن التواغل بريا في رفح حيث حذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين النازحين واحتمال دخولهم للدول المجاورة وسط تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر وجهه الآخر تحذيراً لإسرائيل من شن هجوم على رفح الفلسطينية وأكدت دول الاتحاد أن أي عملية عسكرية محتملة تضاعف من الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو مليون وخمسمات ألف نازح فلسطيني في بقعة باتت الأكثر اقتضاضاً على وجه الأرض ودعت بروكسل إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية